يصبح المواطن موقوش البسيط المواطن العادي يرى مصلحته في استمرار المنظومة الديمقراطية وربما اليوم أحد الاحتجاجات في جوزة من الرئيس العام ضد الديمقراطية يقولك ما أنت جدش حد شيء منها اقتصادي لأنه الحزب وطني بالمعنى العميق للوطني سنحافظ على سيادة البنات سندعم استقلالها وسنحمي سيادتها وسيادة القرار الوطني وسنثمن ثقافتها وسنثمن تاريخها وكما ذكرت مع الفزر اجتماعي سيسعى إلى رفاها الأسرة الفنسية بما ينعكس إجابة على الفرد وعلى المجتمع هذا يجب أن ينزل في برامج تتطور بالواقع شيء فشيء وضمن شراكات مثل ما عبر علي نخيان في فكرة الموثيق هذه لابد أن تكون التنمية والديميقراطية هي موضوع موثيق بين كل الأقراف ربما تنتحلها ونحن نشرق ديناميكية إيجابية سينارجية ونقضيه على هذا التضادط اللي موجود اليوم في الحياة السياسية الحزب يضع نفسها تحت ثقافة الشعب ليستوحي منها ويحترمها ويثمنها لكن هذا لا يعني أنه إذا اقترضت مصلحة البنات باش نتعاون من الحزب الفلاني وفلاني فإننا سنتعاون الآن نحن غادرنا إلى النهاية المربع اللي كان فيه جزء من المؤسسين وذلك عليش في وثيقنا لم نتعرض إلى موضوع الاستقالة اللي يعني ليس موضوعا مشتركا بين كل المؤسسين ثم هنا يسمى مؤسسي الحزب أكثر من عدد المستقلين ما يعنيهمش موضوع الاستقالة من النهضة يعنيهم المستقبل فلذلك لم نتحدث على موضوع الاستقالة في المزايق الرسمي الحزب موجودين هما ولكن اللي أخذوا بيع شهودي وقيادي بارد سابقين في حركة النهضة ولكن الانتخابات أرادت أن تصدر نجوه جديدة والمناطلين هذوما اللي كانوا في حركة النهضة تحلاوا بيه يعني يروح أخلاقية عالية قالوا احنا مش نعطيه للحزب حتى بدون مواقع رسمية وقاعدين يساهموا في تأطير جهود الحزب والعب ودور كبير ياسر باش نتجاوزوا بعض المحطات الساخنة لأنه مش ساهل وصلنا اليوم مرينا بمحطات ساخنة فيها اختلافات كبيرة ولكن الحمد لله كان عندهم دور باش يوجهونا باتجاه مخارج درج الجميع اشتركوا في القناة